مرحبا بكم الجديد بينما تزيد الانقسامات الأوروبية بشأن سياسة التعامل مع روسيا ومسألة فرض العقوبات من عدمها أخذ الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام باعتبار التحايل على العقوبات الروسية جريمة جنائية تقتضي التحقيق والمحاسبة فما القصة؟ اليوم وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قرار إضافة انتهاكات العقوبات إلى قائمة الجرائم الجنائية للاتحاد وذلك لتأكيد فعالية العقوبات في التضييق على الجانب الروسي ومنع تمويل آلة حربه على أوكرانيا من المتوقع الآن أن تقدم المفاوضية الأوروبية اقتراحا لتوجيه يحتوي على القواعد الأساسية المتعلقة بتعريف الجرائم جرائم التحايل على العقوبات وانتهاكها ومعاقبة مثل هذه الانتهاكات وذلك طبعا لترسيخ هذا القرار وتأكيده وفي شهر مايو من هذا العام اقترحت المفاوضية الأوروبية إدراج التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية لأن مثل هذا القرار سيمهد الطريق لمصادرة الأصول التجارية الروسية وهذا موضع خلاف بحد ذاته في العموم عاد شبح الانقسام ليخيم على العلاقات بين أدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تقود المجر جبهة معارضة لسياسة العقوبات فضلا عن انقسام حاد في مسألة وضع سقف لسعر النفط والغاز الروسيين هذا نهيك عن أزمة في مخزون الأسلحة والوحدة الأوروبية أوروبا تدفع ثمن العقوبات ضد روسيا هذا ما تشيبه الأرقام مقاطعتها لطاقة الروسية دفعتها إلى تقريص استهلاك الغاز بنحو 10% على أساس سروي في الصناعة انخفض الطلب عليه بنسبة 15% بسبب خفض الانتاج وفقا لبيانات رسمية النتيجة انعكست على أسعار الغاز التي بلغت مستويات قياسية ومؤشرات التضخم التي نهزت 10% في ظل ترجحات باستمرار الأزمة خلال عام 2023 فما هي أبرز القطاعات المتضررة؟ بحسب البيانات ضربت أزمة الطاقة الصناعات التي تغذيها الطاقة بقوة على غرار المعادن والكيمويات والسيارات انتاج الألمنيوم الأساسي انخفض إلى النصف بعدما شهد خفضا بمقدار مليون طن خلال العام الماضي بحسب رويترز ارتفاع تكاليف الصناعة يعقد إيجاد حلول للأزمة في المتى المنظور إذا علمنا أن إعادة فتح مصر واحد للألمنيوم يتطلب قرابة 400 مليون دولار الأرقام تظهر أيضا أن مصاهر الزنك التسعة في التكتل واجهت خفضا أو إيقافا للإنتاج ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تلبية حاجته منه عبر واردات من الصين وكزاخستان وتركيا قطاع الكيمويات هو الآخر أحد أبرز ضحايا الأزمة التي نتج عنها تحول أوروبا إلى مستورد صاف للمواد الكيموية للمرات الأولى فبحسب المجلس الأوروبي للصناعات الكيموية شهد تكتل إغلاق أكثر من نصف إنتاج الأمونيا المكون الرئيس في الأسمدة أزمة الطاقة طالت قطاع السيارات الذي يعاني خفضا في الإنتاج وخطة لنقل عملياته إلى الخارج بحسب استطلاع رأي أجرته غرف التجارة والصناع الألمانية مؤشرات تلقي بذلالها على الاقتصاد العالمي الذي يستحوذ تكتل الأوروبي على قرابة 13% من ناتجه المحل الإجمالي بإجمال 17 تريليون دولار وفقا للبنك التولي الأصول المجمدة سلاح الغرب لتقويض قدرات روسيا في الحرب الأوكرانية فما أبرز أوجه الخلاف بين أطرفين حول هذه القضية نتابع ترجمة نانسي قنقر إذن هل يتحول منتهك العقوبات المفروضة على روسيا إلى مجرمين في أوروبا؟ كيف ستعاقبهم؟ وما تأثير ذلك طبعا على الأزمة بشكل عام؟ أرحب بضيفي من أوسلو عبر تطبيق زوم السيد جيلين ديسن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساوث إيست مرحبا بك سيد جيلين بداية كيف نقرأ خطوة الاتحاد الأوروبي هذا من حيث التوقيت؟ لماذا الآن؟ فرض الاتحاد الأوروبي الكثير من العقوبات على روسيا ولكن المشكلة كانت في كيفية تطبيق هذه السياسة والتأكد من إنفاذ هذه العقوبات لأن هناك دول أعضاء مختلفة مع أطر قانونية متفاوتة لجهة كيفية تنفيذ هذه العقوبات عمليا ونتيجة لذلك لم تنفذ العقوبات بشكل مناسب ولذلك الاتحاد الأوروبي مرر هذا القرار لتطبيق العقوبات وأعتقد أن لذلك أثرين أولا هذا يساعد في مركزية السلطة في الاتحاد الأوروبي وتأخذ السلطة من الدول السياسية ويتم تطبيقها على مستوى الاتحاد وهذا يفيد عندما دول مثل مجر لا تود أن تحترم هذه العقوبات ويحاول أن يرى كيف يمكن أن يفرد تطبيق هذه العقوبات المسألة الثانية هي خاصة بالتوقيت وهذا هامل الآن لأن المفوض الأوروبي للعدل قال إنه بحاجة إلى إطار قانوني مشترك للعقوبات وذلك لوضع اليد على الأصول الروسية وحاليا يبدو أن الاتحاد الأوروبي ينوي أن يضع اليد على الكثير من الأموال التي سرقت من المركز الروسي وهذا مهم جدا لأن الاتحاد الأوروبي لم يكتفي بتجميد الأصول الروسية وتجميد الأموال من المركز الروسي ولكن الاتحاد الأوروبي يود سرقة هذه الأموال وهذا لم يحدث حتى في الحرب الباردة لم يتم أخذ أموال من المصارف إذن هذه أكبر سرقة للأموال المصرفية في التاريخ والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إطار لتطبيق ذلك وبعد ذلك يود أن يجد إطار قانوني لتشريح هذه القرارات أعتقد أن هذا خطير جدا لأن الاتحاد الأوروبي يفرض على نفسه عقوبات تؤدي إلى موته إذن فرض عقوبات على روسيا وهذا أثر على تنافسية الصناعات خاصة التي تعتمد على الطاقة هذه نقطة مهمة جدا ونقطة أخرى تحتاج إلى نقاش مطول ونقاش آخر قبل أن ندخل في تفاصيلها أكثر أنا وإياك سيد جلن اسمح لي أن أعود إلى قرار إضافة انتهاكات العقوبات اليوم إلى قائمة الجرائم الجنائية عندما نقول جرائم جنائية أي عقوبات تنتظر من يرتكب هذه الجرائم الجنائية من برأيك ستطال؟ أين ستنفذ؟ في أي نطاق مكاني؟ في أي نطاق زماني؟ وهل ستطال دول؟ في السابق كانت الدول الأعضاء المختلفة عليها أن تجد إذا كان هناك حالات عدم احترام للعقوبات لمعاقبة الحقيقات المختلفة التي تقوم بذلك أما الآن المسؤولية باتت مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يضمن احترام العقوبات بالنظر إلى الأفراد أو الشركات الذين يلتفون على العقوبات والمعاقبة من خلال مثلاً مخالفات مالية أو خيرها من العقوبات وبالنسبة للدول الأوروبية التي لن تحترم العقوبات سوف تؤثر على الروابط الاقتصادية لأن العقوبات أثرت وأذت أوروبا أكثر من روسيا وبالتالي كل دول الأعضاء لديها حافظ بأن لا تحترم كل العقوبات التي فردت إذن هذا هو الهدف من أخذ المسؤولية بعيداً عن الدول الأعضاء ووضعها بيد البيروكراطية الأوروبية هل يمتلك اليوم الاتحاد الأوروبي آلية واضحة لمراقبة والتحقق من هذه الجرائم؟ سيد جيلان لما تضح كل التفاصيل يجب تطويراً مثل هذه الآلية لتعرف على الجرائم الأوروبية كما وصفت أي عدم احترام العقوبات وهذه الجرائم على مستوى الاتحاد الأوروبي فيها التناقض لأنه بمجرم القوانين الدولية لا يمكن فرض عقوبات أحدية على الدول وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي يخالف القانون من خلال تجريم هذه الممارسات أن وضع معقد والآليات لم يتم بلورتها حتى الآن سيد جيلان ربما اليوم هذه الخطوة وحاجة أوروبا إلى فرض العقوبات بالقوة إذا صح التعبير ربما تشير إلى عدم نجاعة ما تطبق من عقوبات حتى الآن بالتالي هل تعتقد أنه حان الوقت للاتحاد الأوروبي بالتفكير بوسيلة أخرى للضغط على روسيا لوقف هذه الحرب ووقف الدبابات على الأرض غير العقوبات المشكلة هي أن إذا كانت العقوبات فعالة أكثر سوف تتأذى الاقتصادات الأوروبية أكثر من ذلك الأوروبيون بحاجة إلى التاقة الروسية وإلا تعرقلت اقتصاداتهم ويبدو أن روسيا نجحت في تنويع بعيداً عن أوروبا وتفضل روسيا أن تتعامل مع الشرق مع الدول العربية الصين والهند وباكستان وإيران وبالتالي ليس هناك الكثير من الأدوات المتوفرة لهم لأن العالم خارج الناتو وتحالف العسكري بقيادة أمريكية لا يود أن ينضم إلى هذه العقوبات إذا كان هناك أدوات أخرى للضغط على روسيا بخلاف العقوبات على الأرجح يمكن أن يرسل المزيد من الأسلحة ولكن برأيي في نهاية الموطف تعتبر روسيا أن هذا يشكل تهديداً وجودياً وترى روسيا أن الناتو يقترب من حدودها وسوف تكمل حتى نهاية ولأعتقد أن العقوبات سوف تؤثر على روسيا اقتصادياً أو سياسياً سيد جيلن أعود لي النقطة التي أثرتها قبل قليل وهي وضع اليد على الأموال التي كما وصفتها سرقت من البنك المركزي الروسي ما هي السيناريوات المتوقعة في هذا المجال بالنسبة للإتحاد الأوروبي في هذه المسألة وبرأيك هل تعي أو يعي الاتحاد الأوروبي خطورة هذه الخطوة؟ على الأرجح يعي خطورة هذه الخطوة ولكن في الغرب عادة نعتقد أن هذه الأعمال التي نقوم بها خيراً ولكن لم ننجح بالاعتراف أنه خارج أوروبا والناتو فإن سائل دول العالم تشكك أكثر بالإجراءات التي يتخذها الغرب لجهة وضع اليد على الأصول المالية لروسيا وإذا ما أخذنا كل هذه الأصول الروسية فسوف يكون لروسيا الرد فهل على الأرجح سوف تضع اليد على الأصول الأوروبية داخل روسيا وأيضاً سائل العالم ينظر في ذلك سوف يتم الوضع اليد على أي دولة بعد ذلك فنسولا، إيران، الصين، سوريا إذن الأهم هي شفافية والثقة والثقة وإمكانية التوقع والاتحاد الأوروبي قدع لكل ذلك ربما اتخذ هذه الإجراءات بنية حسنة ولكن العواقب سوف تكون وخيمة شكراً جزيلاً لك سيد جيلان ديسن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساوث إيست حدثنا من أوسلو شكراً لكل هذه الإضاحات ولوقتك أيضاً اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراش غازي